رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكفت جماهير ابناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد وعبر نائب الرئيس في البرقية عن خالص تهانيه لأبطال القوات المسلحة الأشاوس المرابطين في جبال الوطن وسهوله وصحاريه الذين يذودون عن حمل يمن ويفتدون ترابه بأرواحه مطاهرة مستلهمين الدروس من الماضي ومآثر الثوار الخالدين في حفظ هذا البلد وكرامته والسعي لحماية مكتسباته وأكد نائب الرئيس أن الثلاثين من نوفمبر يوما خالدا في تاريخ اليمن والمنطقة العربية اتخلص فيه شعبنا اليمني من أعتى استعمار بغيظ واستكمال انتزاع حقه في الاستقلال والحرية منوها إلى ما يعيشه شعبنا اليوم من مأساة في ظل استمرار الانقلاب لميليشيات الحوثي الكهنوتية ترجمة نانسي قنقر